توني أبي كرام اليوم حبي ناخد رأيك بغنية الموسم وغنية الموديالة الخاصة بميليام فارس توكوتاكا فش رأيك فيها؟ هلأ ما بد أعطي رأيك كتير بالغنية أكتر من أنه بقول أنه حضرتك ملحن وكاتب يعني أنه أقله وناخد رأيك هلأ منصلى هلأ منصلى المهم بالموضوع أنه فناني لبناني وجدتها فرصة أنه تشارك بهك حدث كبير بأغنية هيدا كتير حلو هالنية على هالموضوع هلأ الأغنية أكيد كان بالعمل أحلى طبعا اللي فهمته آخر فترة توني شغلة ميريام قالت أنه أخدت معا خمسة شهر لقدروا حضروها لا ما أفتكر هيك مش معقول يعني ليش معقول ما خمسة شهر حكت اليوم رجعت صلحت كانت قيلة بالغلط قبل خمس سنين واليوم قيلت خمسة شهر ما بعرف مين كتب ولحن لأخدت معه خمسة شهر يعني أنا أهم أغاني عندي أخدت كتبت رولا ما بعرف بتعرفي أنا بقول الموضوع انحصر بالعائلة بفهمهم يعني أنا برأي كانوا عم بحافظوا عصرية معينة طروا يعملوا مثل كوزين أنتريور يعني مطبخ داخلي خلصوا هني الشغل والتفاصيل بعدين طلعت على العلن يمكن لو مثلا فلا شوراء وندامي كتير ناس الموضوع بصير في إنا يعني بتعرفي نحنا عايشين بجو حصد وغيري وكل العالم ما بتحب بعضا وما بتحب النجاح للتانية يمكن نفكروا بلحظة ملاحظات أنه نحنا نجي نفلو شروع عندهم لحنين وشعروا وكذا ونفلو شوراءنا أنه عنا هيدا الموضوع وتعوا اشتغلو لنا بدا تعمل موضوع بالبلة يمكن أنه تأذيهم فبتصور هيدا سبب أساسي أنه عملوا هيدا الموضوع مطبخ داخلي هيدا رأيك رأيك كشاعر وملحن خلينا نحكي رأيك بموضوعية لك هي منا منا معمول شيء أنه نعمل شعر والعمل لحن في حالة تركبية بالغنية عرفت يعني في موض معين بدو يعملوها يعملوا في إقاعة معين عملوا حالة تركبية بالكلام عليه مثل ما هني بحسوا أنه لازم تغني أو لازم أنه لتكتب يعني عملوا حالة تركبية مش أنه صناعة تغنية ما في صناعة فيها الغنية فيها حالة تركبية من الموض يلي هو لأنه نتبهي مش واحدة عم بتغني الغنية في معناس أجانب عم بيغنوا يعني مضطرة بمطرهم لمطارك يمكن تروح تشبهون شوي هلأ الكلام ما بعرف شو استندوا لعملوا هيك نوع من الكلام بس أنا اللي بقدر أقل لي كأنه يعني أضعف غنية عملتها ميريام أحلى من اللي نعمل بهايدا الغنية يعني كان لازم ممكن ينشغل عليها بطريقة غير نفهم منك عم تعتبر الغنية تبع المونديال خاصة بميريام يلي دار بهايد الأيام هي الأضعف بمسارتها؟ لا لا أقلك شيء اليوم أنت بتقولي لي شايفوا بمشاهدات كتير هكذا هكذا عم تقولي لي بأول السؤال اليوم غنية للمونديال يعني غنية في 6 مليارات نسبة بالعالم بدون يلحقوا المونديال يعني إذا الغنية شافت 200 مليون قليل لأنه كل حدا أنا هلأ عم يحضر مونديال بدوا يكبس عها الأغنية ويشوفها شو هي في منهم بيكبسوا مرة ما بقعدوا يرجعوا في منهم بيرجعوا المسألة مسألة الزوء وإحساس العالم شو بحبه بس أكيد وبفتكر هي بتعرف ميريام أنه الأغاني اللي بتعملون أهم منها هي مش عم بحكي أنا لحتى نتسلى يعني إذا بدك نرجع لأول بداية ميريام فارس لما كنت أنا المؤسس لإنطلاقة الفنية من ألبوم أنا والشوء يلي هو كان في 8 أغاني كان في 7 أغاني لألي من ضمنهم أنا والشوء إذا بدك ترجع إلى هالتاريخ وتجي كل الأغاني أحلى أكيد مش عم بحكي عن غنيتي أنا يلي هي أطلقتها تعتبر أنا والشوء هيا بعد الرسير كالسلام وهوض الأمور والدمج بين الشرق والغرب هايدي هي الحالة التركبية اللي عم إليك أنا ما بدي أظلم الغنية كغنية أنا ما أعتبرتها غنية أعتبرتها حالة تركبية بمود معين لحتى تتماشى مع المودين خاصة إنه مع ما أقلتلك ناس أجانب عم بيغنوا يعني ما فيها تفرق عنهم بدي تضل بذات المود تبع الغنية بيضطروا يعملوا شي معين رولا عندها هايدي الموهبة بالكتابة بعرف يعني بس يمكن كان بدها شوية تستعين بحدا عنده خبرة أكتر عنده يعني عنده أعمال كتير بالدمان وبيعرف يلعبها صح يعني ولكن هني اللي حسوا كتبوه برجع بإليك الموضوع أنا بعتي قادي من شان تنحفظ سرية العمال بقي موجود بيناتهم هني بالعائلة لحتى خلصوا بس خلصوا تفضلوا سمعوا تفضلوا شوفوا بفهمون بهيدي الناحية شو الكلمة اللي بتوجه لإياها لاميريام مع أنه سبق وتعونته سوا وكان في نجاحات كبيرة واليوم عم تعتبر هايدي الغنية هي الأضعف بمسارتها شو بتقله لاميريام؟ أنا بقله أول شي مبروك أنه أخدت الفرصة هايدي فرصة مهمة أخدتها يعني بس كان فيها تستفيد من الفرصة أكتر وبرجع بركزلك على شغلة 200 مليون فيوز إلال على 6 مليارات نسمة بالعالم هيدا هيدا إيفنت عالمي يعني منو إنو إذا شفوه مليون أو مليونين وعشرة وعشرين يعني شفوه كتير لا مش كتير كتير أشخاص كانوا عم بيسألوا شو معناية الكلمة توكو تاكا هل بتعرض؟ كان في شيء زيزع بينكسر توكو تاكا كذا شي لمو شلو حطوا ما بعرف كيف عملت شاكيرا واكا واكا وقتا؟ مين بيعرف شو يعني واكا واكا؟ هايدي منا غنية هي هايدي تركيبة بمود معين للمونديال حتى ما نظلم لا رولا ولا ميريام ولا الموسيقى ولا حدا منا غنية هيدا مود معين حالة تركيبية لحتى تشبه كل العناصر اللي عم يشتغلوا فيها يعني يعني العالم بدون يسمعوها ويحضروها مين ما غنى ومين ما عمل المنتج عشو بني لحتى اعتمد هيدا الطريقة ما منعرف دايما فيه إشا ورا الكواليس الناس ما بتعرفها شو هي حتى نحنا ما منعرفها شو هي يعني أنا بدي كوم منصف ما بدي قول شي مش حلو ولا بدي قول شي حلو أنا واقف بالنص بالموضوع هيدا لأنه في كوسب معين في برمجة معينة برأسهم نفزوا بهيدا العمل شكرا لعلا 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 شكرا لعلا